الخبر الأجود بكتير هو ما أعلنه البنك المركزي بنك المركزي بيقول يا جماعة الارتفاع أنه حصل الارتفاع في الاحتياطي الأجنبي من العملات الصعبة عندنا في بلدنا بقى تقريبا 46 مليار 126 مليون وده كان في نهاية مايو اللي فات على طول ده وده أمر جيد وأمر جيد جدا ليه أمر جيد جدا؟ أمر جيد لأنه بمنطقة البساطة طول ما أنا الاحتياطي بتاعي إما أنه ثابتا ويا سلام سلم لما يبقى بيزيد زي ما بيحصل في حالتنا دي ده معناها أن أنا مستمر طول الوقت في أنه أنا لا أسمح أبدا بوجود سؤسه ده طيب يعني إيه الكلام ده؟ يعني لأنه حد يجي يقولك إيه ولما الاحتياطي يزيد أنا استفدت إيه كمواطن أقولك أنت استفدت حاجة مهمة جدا لما الاحتياطي يبقى مستقر أو في حال التزايد ودي الحالة دايما الأفضل ده معناها أنه ما فيش سوق سودة ما فيش سوق سودة يعني ما فيش سعرين للدولار في السوق ما فيش سعرين للدولار في السوق يعني الحاجة ما تغلاش هل الحاجة ده لوقت رخيصة؟ لا مش رخيصة الحاجة غالية أنا أصبح بيهمني في ظل كل الظروف اللي حوالي دي أن الحاجة ما تغلاش تاني يعني في ظل أن في حرب في روسيا وأوكرانيا وفي حرب عندي في فلسطين أو عدوان أنا أحب أن أسميه عدوانا وليس حربا بأي حال من الأحوال عدوان على الأراضي الفلسطينية من قبل كهان الصهيوني المحتل لأراضينا العربية في ظل كل ما يحدث في البحر الأحمر ومديقباب المندب وإلى آخره ده أنا يعني كده ميت فل أن أنا أعرف أثبت الأسعار أثبت الأسعار قدرت أقللها هيبقى خير وبركة جدا أوي خالص لكن أثبت السعر عشان أثبت السعر يبقى أنا مش محتاج سعرين للدولار علشان هنا في الحالة دي أنا أعمل إيه أقدر أروح الميناء أخرج الحاجة اللي بتيجي من المراكب تخش على الأرصفة من الأرصفة إلى مستورديها أصحاب البضاعة هب تنزل الأسواق ما بقاش السوق عطشان ما بقاش التاجر محتاج يغلي ما بقاش التاجر الآن فمضطر يحبس دولار عنده وما يدخلوش للمنظومة المصرفية إلى أخير لا 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 ما هواش محتاج لده لأنه بمنطقة البساطة التاجر المستورد أين كان المصنع إلخ 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 هيخب بعضه يروح البنك يقدم الطلبات بتاعته البنك يبدأ يوافق على هذه الطلبات الدولارية اللي هو مستنيها هب المستورد يبدأ يجيب الحاجات بتاعته سواء إذا كانت سلع لازم نستوردها أو أنها بعض من مكونات الإنتاج إلى أخيره فده بأسر عليك